دلوقتي هنعرف أكتر عن فعاليات اليوم بكرة وبعده مع الدكتور أحمد أشرف عيسى رئيس الجمعية المصرية الأفريقية لأبحاث وأمراض القلب مساء الخير يا دكتور مساء نور يا فندم أهلا مع حضرتك أولا بعد ما شفنا مع حضرتك المؤتمر عايز أقول لحضرتك ألف مبروك إن شاء الله الفعاليات بكرة تبقى يعني نكحة جدا ونشوف فيها تفاعل كبير جدا ولكن حب حضرتك يعني تشرح للمشاهدين كده إيه اللي هيحصل بكرة داخل العاصمة الإدارية الجديدة أولا أنا بشكركم جدا على وجودكم معنا بص حديثك يعني قبل مبدأ الأحداث يوم القلب العالمي ده حدث عالمي بيحصل كل سنة 29 سبتمبر والعالم كله بيحتفل بها عشان التوعية الجمعية أطلقت حملة توعية اسمها سبورتيفيا على أساس إن إحنا نبدأ نوعي الناس عن أمراض القلب بس مش بالشكل النظري إن بأس الناس عرفاء إحنا بننزل الأرض بحيث عارفاء وبعدين عملنا فكرة جديدة قوي إن إحنا ربطنا الطب مع الفن والرياضة والرياضة حضرتك دايما يعني الفن والرياضة رقم واحد في القوى النائمة صحيح أنا عايزة نوصل المعلومة للناس لازم أعملهم حاجة يحبوها وفي نفس الوقت يتقبلوا القصة وكانت الفكرة كمان التانية إن إحنا نعمله ونصلط الضوء كمان على الإنجازات الكبيرة اللي الدولة عملها إن شاء الله بإذن الله هيبقى في ماراثن الصبح والماراثن بعد الماراثن كمان هيبقى إن شاء الله عندنا صورة تسكرية عند البورج الأيكوني مساءً ويوم الحد هيبقى اليوم الطبي في المدرسة هنعمل مدرسة مونت هنعمل فحوصات طبية كاملة في قلب الرياضيين تدريب على ناشر القلب الرئوي تحليل طبية هنعمل هيكون فيه فحوصات فحوصات كاملة تنقالي القلب هتحصل إزاي يا دكتور هيك؟ هنشكلها عامل إزاي؟ هنعمل فيه عيادات فيها استشارين قلب هنعمل كشف عادي موجات صوتية على القلب رسومات قلب هنعمل تحليل الكوليسترول لو فيه بقى يعني حالات مصابة يعني أو عندها أي إن كان الأزمة هتتابع معها إزاي بعد كده؟ بس حضرتك أنا دكتور في أكاديمية جراحة القلب في عين شمس والدولة يعني برامجها الدعمة للمواطن المصري والمريض المصري كبيرة جدا فأي حد هيكون محتاج حاجة وزملائي كمان في الجماعات المصرية أعضاء الجمعية كلهم في جماعات مصرية مختلفة في المنصورة في الدلتا فأي حد إذا كان محل إقامته إحنا بنجيبه غير قادر بنقدر نساعده والدولة حقيقة عاملة مجهود كبير قوي في موضوع ملف الصحة وخذبها الحديقة في موضوع القلب يعني في الدولة داعمة لما يسمى دعمة الحياة بقول لحضرتك إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق شكرا ونشوف حاجة يعني نكون فخرين بيها إن شاء الله إن شاء الله شكرا 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 جزيلا شكرا